بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لاحظوا أحبتي وصلنا إلى مرحلة لا تخلو عن صعوبة وهي تصوير استصحاب الكل من الشكل الثالث الشكل الثالث هو أنه يوجد فرد قطعا ثم يزول هذا الفرد قطعا ونحتمل أن هناك فردا آخر قد وجد في ذلك الوقت بحيث يحقق الكل كلامنا في استصحاب الكل في استصحاب الإنسانية في المثال يعني دخل زيد إلى الغرفة فعلمنا بحصول الإنسانية في الغرفة من خلال زيد من خلال هذا الفرد ثم علمنا بخروج زيد من الغرفة فالفرد الأول حصل يقينا بذاته وجد قطعا بشخصه ثم زال يقينا أيضا وجوده متيقن الفرد وزواله متيقن ولكن كلامنا ليس في استصحاب الفرد في استصحاب الكل في استصحاب الإنسانية فالإنسانية مفهوم الإنسانية كلي الإنسانية وجد بوجود هذا الفرد اللي هو زيد وزال معه الكلام أنه وجد فرد آخر أو لا بحيث يحقق الكلية بحيث يحقق الإنسانية هل دخل إنسان آخر إلى الغرفة يكون بديلا عن زيد يكون بديلا عن زيد زيد خرج خلي خرج إذا كان هناك شخص آخر يحقق الإنسانية يكفي فعندنا يقين سابق بحصول الكل بحصول الإنسانية هذا ثابت الشك اللاحق ببقاء الإنسانية وزوال الإنسانية ليس من جهة زيد من جهة فرد آخر مشكوك لا ندري هل تحققت الإنسانية من خلال فرد آخر أو ما تحققت الإنسانية من خلال فرد آخر هذا هو استصحاب الكل من القسم الثالث أو من الشكل الثالث أو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكل تعابير مختلفة المعنى واحد فإذن يتحقق الفرد قطعة الفرد أحبتي الشخص معلوم من هو معلوم ما هو هذا يتحقق فيتحقق الكل ثم هذا الفرد يزول ولكن نحتمل أن يكون هناك فرد آخر غير هذا الفرد الزائد يبقي لنا المفهوم الكل يبقي لنا الكل لا يزول الكل معه فتبقى الإنسانية بوجود الفرد الثاني محتمل التحقق هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري ملاحظة يذكرها المصنف بالأخير ولكن نحن نحتاجها في البداية حتى نتمم صورة التقسيم قبل أن نذهب إلى اللوحة ونشاهد كل التقسيم على اللوحة أنه أحيانا يكون عندنا فردان فرد موجود ثم معدوم وفرد آخر محتمل الوجود ولكن العرف لا يرى الاثنينية بين هذين الفردين يراهما شيئا واحدا مثلا حصل عندي السواد هذا المثال المعروف حصل عندي السواد الشديد ثم هذا السواد الشديد تغير تغير تبدل أنا أشك أن التبدل تبدل إلى البياض لو تبدل إلى سواد أضعف في الواقع أحبتي السواد الأضعف هو فرد آخر غير السواد الأول مثل ما زيد فرد للإنسانية وأحمد فرد للإنسانية كذلك السوادان السواد الأول الشديد غير السواد الأول الثاني ولكن العرف لا يرى فرقا واثنينية بين السوادين يعتبرهما شيئا واحدا ولونا واحدا لهم وحدة خارجية عرفية وبالتالي أنا عندي تردد بين فردين من الأسود فأشك بعد أن وجد الفرد الأول زال الفرد الأول أشك أن السواد الخفيف حاصل أو لا أو تبدل إلى البيض وبالتالي مثل ما أشك أنه دخل زيد إلى الغرفة وخرج أشك أنه هل وجد أحمد لكي يحقق الإنسانية أو لا ما وجد أحد أو وجد نوع آخر من الحياة ووجد فرس هنا مثال السواد تماما بالدقة هكذا لأن السواد الشديد وجد وزالة السواد الخفيف مشكوك أنه هل وجده فيحقق مفهوم السوادية وكلية السوادية أو لا انتقلنا إلى البيض العرف يرى السواد الأول والسواد الثاني شيئا واحدا ففي الواقع يقين سابق بالسواد شك لاحق بزوال السواد إلى البيض بعد ما يرى السواد شديد سواد ضعيف وبالتالي يكون عندنا يقين سابق وشك لاحق فنستصحب هذا المقدار من الاستصحاب مقبول وهو أن يكون الفرد الزائل قطعا اللي هو وجده ثم زاله والفرد مشكوك الحدوث لهما وحدة عرفية يتسامح العرف في الفروقات بينهم ويجعلهم شيئا واحدا هذا يجري فيه الاستصحاب وبين مثل الإنساني أنه زيد دخل إلى الغرفة وخرج من الغرفة نشك أنه عمر دخل أو ما دخل هنا هنا العرف فرق بين زيد وبين عارف كلامنا في هذا وليس في قضية اللون الخفيف واللون الشديد هناك مقبول الاستصحاب ولا كلام لنا فيه الكلام إذا كان هناك فارق واثنينية عرفية بين الفرد الذي تحقق وزاله وهو زيد في المثال وبين الفرد مشكوك الحصول وهو عامر مثلا لا ندري هل دخل إلى الغرفة فيحقق الإنسانية أو ما دخل إلى الغرفة كلام في هذا الإطار المرحم المصنف والمشهور بين الأصولين هو عدم جريان الاستصحاب المرحم شيخ الأنصاري في الرسائل يقرب أن الاستصحاب يجري في حالة دون حالة أخرى المصنف لا يقبل هذا التفصيل من الشيخ الأنصاري نذهب أحبتي إلى اللوحة تتضح الصورة من خلال اللوحة ثم إن شاء الله في الدروس اللاحقة نقرأ عبارة المصنف عبارة المصنف نوعا ما طويلة وفيها مطلب لا يناسب اللوحة إن شاء الله أذكره عند القراءة وهو قضية أن نسبة الكل إلى الأفراد هل هي نسبة الآباء إلى الأبناء أو نسبة الأبي إلى الأبناء وأنه ماذا نقل ابن سينا عن بعض الأشخاص هذه التفاصيل ما تناسب اللوحة إن شاء الله عند القراءة عند التطبيق أذكرها مع بقاء العمر والتوفيق فاللوحة ليوم واحد القراءة لعلها ليومين أو لا أدري لعلها إلى ثلاثة حسب ما هو مناسب لاحظوا أحبتي اللوحة عندنا تفصيل استصحاب الكل من القسم الثالث أن التفاوت بين الفردين لنقرأ لوحة التنبيه لكي نعرف أين نحن القسم الثالث من الاستصحاب ما هو استصحاب الكل أحبتي كل كلامنا في استصحاب الكل وليس في استصحاب الكل ما هو هذا القسم الثالث أو الشكل الثالث إذا علم بحصول الفرد الأول من الكل اللي هو زيد فرد أول من الإنسان وعلم بارتفاعه نعلم بأنه دخل إلى الغرفة بأن زيد دخل إلى الغرفة فحقق كلية الإنسانية ثم خرج من الغرفة يقينا علم بارتفاعه هنا واحتمل حصول فرد ثاني من الكل يحتمل أنه عامر دخل إلى الغرفة وحقق الكل حقق كله الإنسانية وهو غير الفرد الأول معلوم الارتفاع هنا كله الإنسانية متيقن الحدوث من خلال الفرد الأول مشكوك الحدوث والارتفاع من خلال احتمال حصول الفرد الثاني هذا هو الشكل الذي نريده هنا التفاوت بين الفردين الفرد الأول الذي حصل يقينا والفرد الثاني مشكوك الحصول الفرد الأول حصل يقينا وزال يقينا والفرد الثاني مشكوك التحقق في الأصل التفاوت بينهما عرفا منظور أو غير منظور إذا كان غير منظور التفاوت بينهما فالاستصحاب يجري وإذا كان التفاوت بينهما منظور المصنف يقول لا يجري الشيخ العنصاري يفصل والمشهور مع المصنف التفاوت لاحظوا أحبتي التفاوت بين الفردين معلوم التحقق ومعلوم الزوال هذا الفرد الأول ومشكوك التحقق اللي هو الفرد الثاني هل هو مما يتسامح فيه أو يتسامح فيه العرف سيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق معلوم الحدوث ومعلوم الزوال يعدونهما كل شيء الواحد المستمر هنا يجري الاستصحاب قولا واحدا عند الجمع فإذا وجد السواد الشديد يقينا ثم زال السواد الشديد يقينا وشككنا أنه وجد عندنا سواد أقل أو وجد عندنا بيض العرف يقول نحن قطعنا وتيقنا بالسواد ونشك بانتقاله إلى البيض بعد العرف ما يقول السواد شديد سواد ضعيف فيجري الاستصحاب يكون السواد معلوم الحدوث مشكوك البقاء والسواد الثاني هو الذي أبقى لنا الشك لأنه نشك في وجودها أو لا فيدور الأمر بين السواد الضعيف والبيض طيب السواد الضعيف ما عندنا بيقين عندنا يقين بالسواد الشديد فأين اليقين السابق والشكل اللحق كيف تترتب أركان الاستصحاب يقولون العرف يتسامح يأخذ اليقين السابق من السواد الشديد والشك اللاحق من السواد الضعيف كلاهما يكون سوادا في مقابل البيض يعتبرهما كالشيء الواحد هذا يجري فيه الاستصحاب وأما إذا لا كان التفاوت بين الفردين مما لا يتسامح فيه العرف فلا يعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالشيء الواحد المستمر يعتبرون شيئا دخل زيد إلى الغرفة وخرج زيد من الغرفة ولكن بدخوله حقق كلي الإنسانية نشك أنه عمر دخل إلى الغرفة لكي يبقي مفهوم الإنسانية أو لا تفصيل الاحتمال الذي يقبل فيه الشيخ الأنصاري يقبل فيه جريعا الاستصحاب هو احتمال هدوث الفرد الثاني حين وجود الفرد الأول يقارن الفرد الأول بمعنى دخل زيد إلى الغرفة ونحتمل دخول أحمد إلى الغرفة فهنا كلي الإنسانية قطعا موجود من خلال الزيد ونحتمل وجود أحمد عندما زال زيد صحيح الفرد زال ولكن المفهوم الكل نحتمل بقاءة من خلال الفرد الثاني الذي قارن الفرد الأول يعني تارتين يدخل زيد إلى الغرفة ويخرج من الغرفة ثم نحتمل دخول فرد آخر بعد ذلك فيصير الكل معلوم الوجود ثم معلوم الارتفاع ثم مشكك الوجود مرة أخرى هذا الشيخ الأنصاري يقول ما يجري به الاستصحاب والمصنف يقول ما يجري به الاستصحاب قد يدعي البعض أنه يجري فيه الاستصحاب قد يدعي البعض الكلام كلام الشيخ الأنصاري أنه وجد زيد فوجدت الإنسانية نحتمل وجود فرد آخر مضافا إلى زيد طيب علمنا بخروج زيد الإنسانية معلومة الزوال الجواب كلا ليست معلومة الزوال لأنه يحتمل أنها باقية من خلال الفرد الثاني المشكوك وبالتالي الكل يكون معلوم الوجود ثم مشكوك البقاء فيجري الاستصحاب هذا تصوير المرحوم الشيخ الأنصار لاحظتوا أحبتي هذا قلم وجد في الغرفة فوجد كلي القلم نحتمل أنه يوجد في جيبي قلم آخر زال القلم الأول ولكن كلي القلم الآن مقطوع الزوال معلوم الزوال لا ما معلوم الزوال لأنه يحتمل أن يكون باقيا من خلال الفرد الثاني المحتمل المحتمل فرد الثاني محتمل الوجود مو متيقن الوجود ولكن هذا الاحتمال يبقي احتمال كون الكل أيضا باقيا لاحظتوا فهنا المرحوم الشيخ الأنصاري قال يجري المصنف قال لا يجري لماذا لا يجري باعتبار أن الكل ينطبق على هذا الفرد هذا انطباق للكل هناك انطباق ثاني للكل للقلم محتمل الوجود في جيبي هذا الكل المنطبق على القلم زال مع القلم كان معلوم الوجود بوجود القلم وصار معلوم العدم بعدم القلم الكل المنطبق على القلم الثاني مو معلوم الوجود فما تحقق بيرك للاستصحاب وهو اليقين السابق هذا جواب المصنف لاحظوا أحبتي إذا كانت تفاوت بين الفردين مما لا يتسامح فيه العرف لا يتسامح فيه إما أنه يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول حينما كان هذا القلم في الغرفة نحتمل وجود قلم ثاني في الغرفة الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال وجد كلي القلم زال القلم الذي هو معلوم الوجود صار معلوم الزوال ولكن كلي القلم ما زال معهم كلي القلم بقي محتمل الوجود من خلال القلم الثاني المحتمل فيجري الاستصحاب يكون عندنا يقين بحصول الكلي من خلال الأول يقين بحصول الكلي شك في البقاء لعله باقت من خلال القلم الثاني فيصر يقين بالحدوث شك في البقاء يستسعب المصنف في جوابه يقول الكلي المنطبق على هذا القلم وجد معه وزال معه فصار عندنا يقين بالحدوث يقين بالزوال الكلي المنطبق على القلم الثاني المحتمل فيه يقين بالحدوث الجواب كلا ليس فيه يقين في الحدوث فيصير مشكوك الحدوث مشكوك البقاء حدوثه مشكوك فما عندنا يقين الأول المتيقن الحدوث متيقن البقاء القلم والكلي المنطبق على القلم كلاهما متيقن الحدوث في الوقت الأول في الزمن الأول ومتيقن الزوال في الوقت الثاني في الزمن الثاني الكلي المنطبق على القلم الثاني بخصوصه مشكوك الحدوث في الزمن الأول مشكوك البقاء في الزمن الثاني حدوثها مشكوك طبعا بقاء حسن مشكوك وما ندر بيحصل أو ما حصل فأين اليقين السادق؟ ما عدنا يقين سادق يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول يجري الاستصحاب عند الشيخ الأنصاري ولا يجري عند الشيخ المظفر وأكثر الأصولي هذا فرض فرض الثاني يحتمل حدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الفرد الأول عندما ارتفع الأول وجد الثاني عندما ارتفع الأول وجد الثاني بحيث لا أكو فاصلة زمانية ولا أكو تقارن واحد دخل واحد خرج لأنه إذا كان هناك فاصلة زمانية راح يصير عندنا مشكلة راح يصير عندنا الكل زال قطعا بزواني الأول ومشكوك الحدوث لأن الثاني مشكوك الحدوث إذا كان هناك فاصلة زمانية يعني دخل زيد إلى الغرفة في الساعة السادسة وخرج في الساعة السابعة نحتمل أنه شخص آخر دخل في الساعة التاسعة الكل زال قطعا ثم الكل يمشكوك الحدوث ماذا نريد؟ نريد تقارن بينهما هذا دخل هذا خرج هذا التقارن شلون تحسبه؟ تحسبه في آن واحد لو تحسبه أن الفرد انتقل إلى فرد آخر هو الفرد الأول صار فرد الثاني بحيث زال قطعا صفة الأولى زالت صفة الثانية تجددت على سبيل المثال هذا يختلف بحسب الأمثلة والظروف فبحيث يتقارن تبدل في وقت واحد ينعد من الأول اللي هو متيقن الحدوث ويحتمل يحتمل أن الثاني قد حصل قد حصل من خلال الأول لو من خلال فرد غريب مو مشكلة وبالتالي وبالتالي فليس عندنا استمرارية بخلاف الاحتمال السابق اللي شيخ الأنصاري قال أنه يمكن أن يجري هنا يبدو أن هناك اتفاق بعدم الجريان قد ينسى بالقول بالجريان إلى البعث إذن يحتمل حدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الفرد الأول كيف يعني مقارن؟ إما بالمقارنة الاتفاقية أحدهما دخل والثاني خرج أحدهما خرج والثاني دخل أو بتبدل الفرد الأول إلى الفرد الثاني فزال الفرد الأول قطعا ونحتمل أنه وجد من خلال فرد ثاني مو قطعا تبدل قطعا زال ولكن هذا الزوال هل حصل من خلال تبدله إلى الثاني؟ لو حصل بأنه تبخر من يدري؟ هنا لا يجري استصحاب عند الجميع قد يقال بجريانه إذن استصحاب الكلي من الشكل الثالث من القسم الثالث أنه يعلم بحصول الفرد الأول هذا القلب حصوله في الغرفة فيحقق الكلي ويعلم بارتفاعه ولكن نشك نحتمل أن هناك فرد ثاني من الكل غير الفرد الأول اللي هو معلوم الإنتفاع هذا هل هو تحقق أو لم يتحقق هناك صورتان طبعا عندنا حالة اللي هي يقبلها الجميع ويتكون الحالة الأولى والحالة الثانية الحالة الأولى المتيقنة والحالة الثانية المشكوكة عند العرف كأنه ما شيء واحد مثل اللون الأسود الشديد واللون الأسود الضعيف فالعرف يعتبر الحالة واحدة فيوجد اللون الأسود الجديد يوجد اللون الأسود الشديد قطعا ثم يزول قطعا ولكن لا ندري زال إلى البياغ لو زال إلى سواد ضعيف تبدل إلى سواد ضعيف يعني تحقق اللون الأسود بفرد ثاني احتمالا نحتمل ذلك لو لا أصلا زال السواد إلى البياغ هنا العرف يرى أنه ما شيء واحد فيقول وجد السواد قطعا نشك في أنه زال إلى البياغ أو لا نستصحب مع أنه وجد السواد الشديد وزال السواد الشديد ونحتمل وجود فرد ثاني حقق الكل والعرف يتسامح في هذا الحدوث والزوال واحتمال الحدوث الثاني يعتبر شيء واحد وإذا لا ما يعتبر شيء واحد البرحم الشيخ الأنصاري قال إذا كان احتمال الوجود فيه مقارنة دخل زيد إلى الغرفة ونحتمل دخول عمر أو أحمد إلى الغرفة في وقت وجود زيد في الغرفة ثم خرج زيد قطعا ولكن الكل ما نعدم زيد كفرد عدم من الكل ولكن الكل ما نعدم لأنه يحتمل أن يكون موجودا من خلال عمر محتمل للوجود فيصير عندنا يقين بحدوث الكل من خلال الزيد وشك في بقائه قد يكون باقي من خلال عمر عمر مشكوك ولكن احتمال بقاء الكل على حاله فيستصح المصنف ما يقبل يقول لأنه الكل الذي ينطبق على زيد زال مع زيد الفرد الثاني من الكل الحالة الثانية الصورة الثانية للكل التجلي الثاني هاي تعابير البعض يشكل عليها ولكن مقصودنا شيء واحد التجلي الثاني الانطباق الثاني التحقق الثاني للكل من خلال الفرد الثاني المشكوك عمر خالد أحمد شدد السمي هذا هو أساسا مشكوك الحدوث فما عدنا يقين بالحدوث فيرفض التفريق والتقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري ويقول أن هذا القسم كله لا يجري فيه وكذلك أكثر الأصوليين إن شاء الله في الدرس اللاحق والدرس الذي يليه ولا أدري تعله ثلاثة دروس لا أدري فقط نقرأ عبارة المرحوم المصنف بخصوص هذا المطلاب والحمد لله رب العالمين الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمد لله الله 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 الله